موسيقى مساء الخير مشاهدينا براحب بيكو حلقة جديدة وخطوة قدام قبل من ابتدي فقراتنا عايزة اكلمكم عن خطوة جديدة لازم ناخدها في حياتنا وهي جبر الخواطر في مقولة بتقول انه من صار بين الناس جبرا للخواطر ادراكه الله في جوف المخاطر يعني ربنا دايما بينجي اللي بيجبر بخاطر الناس ما تقولش ليه انا واش معنى انا الناس بتجيلي على فكرة جبر الخاطر مش لازم يكون بحاجة مادية لا ممكن تكون باتسامة بدحكة وطبعا بتؤجر عليها ولا ما كانش رسول عليه الصلاة والسلام قال تبسومك في وجه اخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة يعني بنؤجر وبنساب عليها وطبعا بتناجينا ده غير بقى ان هي بتنقينا من جوه يا رب نكون سبب في جبرا خواطر الناس ونلاقي اللي يجبر بخاطرنا ولا ايه احمد يا رب طبع ربنا اجعلنا من الناس اللي بتعرف تجبر الخاطر لان اللي بيعرف يجبر بخاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره الصراحة قبل ما اتكلم عن الفكرة وقدم الفكرة حابب باسمي وباسم زاملتي ان انا بكل شكر وحب وامتنان اشكر وادعم كل مصاب من مصاب مرض السرطاني اللي عين دولة الناس اللي استحق ان الواحد يجبر بخاطرهم الناس اللي بتتعب محدش بحس بتعبها نجبر بخاطرهم يا جماعة الناس دي بتتعب جدا ربنا رب يشفيهم يا رب معايخ الفكرة دي تحد انا شخصيا بحبه جدا حد يعني علاقة الشخصية بيه طيبة جدا معايها الدكتور السالم العناني حاصل على بكاريليوس العلوم الزراعية وحاصل على دبلومة الدرسات العليا في قسم وقاية النبات وحاصل على ماجستير في العلوم الزراعية وحاصل على العديد من الدورات التدريبية ورئيس مجلس إدارة الشركة نيوكير للأسمدة والكيمويات ويعمل لدى إحدى الإدارات الزراعية في وزارة الزراع بنرحب بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور طبعا سلام المشاهدين اللي بيتابعونا في منهم ناس مزارعين وفي منهم ناس مش مزارعين فعازين نعرف من حضرتك يا دكتور أو تكلمنا بخصوص الزراع في مصر أو عن الزراع في مصر بسم الله الرحمن الرحيم والله مصلي وسلم وقصدنا محمد أولا الزراعة هي أساس البلد الزراعة ربنا ذكرها في القرآن في أوجه عديدة جدا وربنا أقسم ببعض الصمار أو النباتات الزراعية والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعزيز فقال والتيني والزيتون وقال أفرأيتم ما تحرصون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون مصر بلد زراعية من الدرجة الأولى منذ القدم من أيام الفرعن من 7000 سنة وأكثر وجد على الجدران بتاعة المعابد صور لنباتات زراعية وأهلات زراعية لحد فترة قريبة جدا كنا باستخدام في الوقت الحالي الزراعة بتمثل 17% من الداخل القومي لمصر عن طريق التصدير الزراعة بيعمل فيها حوالي 40% من عدد السكان بيعمل في الزراعة أو أعمال تابعة للزراعة يعني حوالي 40 مليون مواطن الزراعة هي الصروة الحيوانية هي اللحوم البيضاء والألبان الزراعة هي اللحوم البيضاء الدواجن وبشتاقتها الزراعة هي اللبس اللحوم البيضاء بتلبسه القطن والكتان وخلافه الزراعة هي الرئة اللي بتترفس بها البالد احنا عندنا الإنسان بيأخذ أكسوجين وطرع ساكس كربون النبات العكس بقى النبات بيأخذ العكس أحررتك قلت أن مصر دولة زراعية أوه في مصر دولة زراعية لو لا قيمة الزراعة عموما لكن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى فلولا وجود هذا النبات حيحصل خالل في التوازن في الفترة بتاعة كورونا كانت كل قطعات تعتبر وقفة معادة الفلاح هو اللي كان يروح أرضه والمزارع والناس دي اللي كانت بتشتغل فلولا الزراعة الزراعة هي الصحة العام لو لا التغذية والزراعة والسمارة ما كان يشبه في الصحة الزراعة هي الجمال يعني نقدر نقولي الزراعة هي الصحة وجمال ليه النهاردة في أي مناسبة جميلة بتقدم الزهرة وردة الزهور ده نبات الزراعية العسل نحل العسل بما فيه شفاء للناس كالنبات سبحانه وتعالى ده زراعة فالزراعة باختصار هي طبعا حلقة واحدة ما تكفيش زراعة ولكن الزراعة هي الحياة الزراعة هي الحياة طيب يا دكتور احنا عارفين ان النبات زي اي كائن حي بيحتاج غزة بيحتاج مستلزمات احتياجات كتيرة جدا عشان يوصل للنتيجة المطلوبة يبقى محصول كويس بمواصفات كويسة طبعا النبات بيختلف في حتة انه بيمر بمراحل زي المرحلة الجذرية ومرحلة الخضرية والصمار والأزهر وكده النبات بيحتاج ايه عشان نوصل لمحصول كويس جدا سواء اي محصول يعني ايه هي الحاجات الاساسية اللي بيحتاجها علشان فعلا نقول المنتج ده منتج كويس هو عبورا احنا الحلقة دي بنتكلم بنتاج عام انا لو هتكلم متخصص احنا نكمل بحلقات تانية ان شاء الله بالنتاج العام يعني كلام عام للكل اللي بشاهدنا مش المزارع بس اللي بشاهدنا في ناس من المدينة حبيبنا بشاهدونا فانا عايز بس توصل لهم من علوم ببساطة بسيطة خالص النبات هو كائن حي زيه زي الانسان مع الاختلاف زي الحيوان زي دي النبات ده له احتياجاته هو النبات بأداية السلسلة الغزائية للانساء يعني نبات حيوان انساء فهو الاساس بيحتاج عناصر طبعا بيحتاج عناصر بيحتاج شقين من عناصر الحاجة اسمها عناصر كبرى احوان الزرعين يعرف الكلام ده حاسمها نبكي وعناصر صغرى احوان اللي مش زرعيين اه اه العناصر الكبرى اللي هي النتروجين الفوسفور البوتاسيوم عناصر صغرى حديث زين كمانجانيز مغانيسيوم والبوديام كل حاجات دي على فكرة مكونات الانسان تعطبها نفس مكونات النبات نفسها ايوه لزاك لما بتغزى بي بتعوضه نقص العناصر الموجودة عنه فبيحتاج عناصر كبرى بيحتاج عراصر صغرى النبات اللي هو مهدداته النبات لو زرحته لوحده كلاه بطبيعته حيطلع صحيح ولكن مش حيطلع المحصول اللي احنا عايزينه احنا عايزين محصول لكفي الزيادة السكانية وكفي الشعب فإذا لازم نهتم بالنبات اهتم بالنبات النبات ده العلم بالزرع بيطلع يعمل مجموعة عجزين تحت الارض وهو لسه قبل ما يطلع على وش الارض بيبتدي يهاجم بالأفاة يبتدي نباته ده عفان جدور خلافه ولما بيطلع على وش الارض يعني كل مرحلة وليها احتياجات خاصة مختلفة خالص عن المرحلة طبعا كل مرحلة وكل نبات بيختلف وكل منطقة بتختلف من المكان لمكان وكل حسب الطور والمناخ اه كل طور من أطور الزهري غير الطور الخضري غير مرحلة الانبات غير مرحلة الاسمار كل وبعدين كمان العامل الجوية دلوقتي المناخ مش متازل يعني درجة حارة عالية في أوقات معينة درجة رطوبة ومقافضة في مشاكل في المناخ فالنبات لازم ان احنا نسند معاه عشان خاطر يدينا المحصول كويس وعشان خاطر يدينا محصول يكفي المصروف اللي بتصرف عليه احنا بنصرف عليه وبهاجل الحشرات الحشرات ده موضوع كبير يعني الافات والامراض دي مضوع كبير بنضطر بقى ان انا ندخل وارش واستخدم موبيلات واستخدم على العصر وكل ده مصروف الوصول من في الآخر اكسب كفلاح او كمزارع المهم ان في الآخر بحسب لازم منتج كويس عشان فعلا يكسب اه طبعا منتج كويس كاما ونوعا وفي نفس الوقت جودة وفي نفس الوقت اكسب ومناسبة المنتجات دكتور الفلاح او المزارع عايزين نعرف المصادر اللي بياخد منها الحاجات بتاعته الزراعية هو عموما المادة الخام في الغالب حاليا بتستورط ويريت انه يبقى عندنا سيستيم او برنامج او حاجة معينة ان احنا نستبدل الحاجات اللي بتيجي بالعملة الصعبة طبعا البديل 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 انت تستخدم خامات مصرية ولكن يبقى عليها رقابة ويبقى عليها متابعة ويبقى عليها تحليلات اول باول مهتمدة او مهتمدة المستدامة دي كلها بتجي من الخارج وكلها بتجي من الدولار فده بترهق المزنية بتاعت الدول فانا فيه في مصر حاليا فيه مصانع في مصر حاليا بادت تشتغل على الكلام دوت وفعلا انتجت حاجات ميعتبر يعني مش زي الخارج ولكن 90% منها كوي يعني برضو على سبيل ان احنا نشجع صناعة بلدنا طبعا كل فخر صنع في مصر هي الاسمدة والحاجات دي اساس مادة خام والمادة الخامة عندنا موجودة في مصر ولكن بيعد تصنيعها ومعدنتها وحاجات معينة لحاجات ما تبقى ان انت مشوفها في العبوات دي الموبيدات نفس النظام بنستورتها برضو من خارج وبعصة عرغالية جدا جدا على الرغم ان احنا ممكن نستخدمها هنا او ان احنا نحط بدايل لها كويسة او برنامج بديل معين بحيث ان احنا نوصل نقضع الحشرة ونوفر المصري الفرق بين المنتج الاجنابي والمنتج المصري يعني حواليها حاجة كبيرة ولا فرق صغير لا هو مش كتير هو مش كتير بس احنا عندنا عودة الخواجر يعني احنا بنحب الحاجة المستورة الحاجة دي مستورة ده مده مستورة دي بقويس لا طبع لأ المنتج المصري منتج قادر على المنافسة منتج قادر على انه يدي زي المستورة المفروض ان احنا فعلا ندعم منتجاتنا كلها طبعا في أي حال ما فيش دولة معفولة عن نفسها حنستورد ولكن ما يستورد 10% غير ما يستورد 90% أو 90% فإحنا عايزين نشوف الموضوع ده بتقنية أحسن شوية وبتركيز أفضل شوية والدول المصرية قادرة على كده إن شاء الله طيب دكتور طبعا إحنا حضرتك اتكلمت أنه فيه احتياجات كتير للنبات عشان يوصل لشكله السليم أو الصحيح إيه الحاجة اللي ممكن تكون سبتة عند معظم المحاصيل أو النباتات دي لو فعلا النبات ما أخدهاش أو ما وصلتلوش كده نقول لأ المحصول للضرب وبوز يعني زي ما بيقولوا كده إيه الحاجة اللي ممكن فعلا نقول لأ دي لازم نركز عليها أولا العنصر الكبرى ودي الدولة بتوفرها من خلال الجامعات الزراعية اللي هي الأسميدة اللي هي اليوريا والنطرات والسلفات النشادر والحاجة دي الدولة بتوفرها بشكل مدعا ده الأساس العنصر الصورة احنا ممكن عواطها بترجمة معينة ولكن فيه الطربة يعني زي الطربة الرملية دي طربة فقيرة بتحتاج كل العنصر لكن حتى الطربة اللي هي أرض الوادي الأديمة وبرضو بالنسبة للزراعة الرقعة الزراعية احنا عايزين نحافظ عليها بخصوص عدم التعدي على هذه الأرض من الأرض يخصبها حتى أنا لو ما سميتش عنصر صغرى بتجمل موجودة طيب دكتور احنا بنسمع عن أمراض كتير بتسيب النبات وبيكون أسبابها للموبادات الزراعية بتنصح إيه المزارع أو الفلاح عشان ما يضرش الناس بص يا باشا الموبادات يا سيد أحمد العصب الزراع لازم منه تمام بس فيه سيستم معينة لو استخدمته حيجبه كويس حيجبه كويس وحيجبه كويس ما عارش يا دكتور إحنا بقرياتنا خلصت بس أنا كان عندي سؤال مهم هخليه للحلقة الجاية إن شاء الله وإن شاء الله حضرتك تكون معنا في حلقات جاية وفي المواسم الجاية بإذن الله ونتكلم بشكل أوسع يعني القاعدة معك يا دكتور والله العظيم للوقت بعد بسرعة تمام فإن شاء الله كلنا صدافة جاية بإذن الله إن شاء الله خلال برنامج خطر قدام انتظرونا بعد الفاصل ما تروحوش في أي حتة في خطر قدام